طبعاً الرياضة نبدأها من ما أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم عن إقامة الكلاسيكو بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل المقرر في الجولة الثامنة رسمياً بملعب خمسة أجولية حسب ما كشفه رئيس الرابطة محفوظ قرباج لما انشرنا البرامج تحت خمس مجوالات من الثالثة جولة تحت الجولة التاسعة وين وضعنا مولودية العاصمة مع الشبيب القبائل في ملعب بولوغين باعتبار أنه ملعب خمسة أجول مازال ما بديناش تبقى الآن الملعب بفتح المقابة احنا ما نشوفوش مانعنه غدوة المقابلة يوم إن شاء الله يوم 15 وقت مقابلة مولادة الجزائر مع شبيبة القبائل تكون في خمسة أجولية وين تلك اللقاء؟ ستكون إن شاء الله إلا إذا كان الملعب وضعية إذا كان الملعب تسمع مفي حتى مشكلة يكون مقابلة مع شبيwiście قبائل في ملعبها خمسة أجولية إن شاء الله والرابطة من تشوف أي مانع غضوة أن المولودية بالعكس لا يساعدني لما أنا على الأقل نقص من مشكلة وين تلعب المولودية